بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ تلميذات الصف السالس الابتدائي أهلا بكم في قناة زاكر يا بابا النهاردة عن زاكر مع بعض مادة اللغة العربية هنأخذ مع بعض يا أولاد نشيد أرضي موطني هنقرأ مع بعض النشيد في الأرض حياة الإنسان تحلو بجمال الأوطان سأصون الأرض وأحفظها لن أقطف زهرا بستاني سأنظف دوما مجلسنا في الروض وعند الشطان وسأحمي النهر لكي يبقى يتلألأ عند الوديان يا رب الكون أحفظ أرضي فأنا والأرض صديقاني هنقرأ النشيد الثاني يا أولاد في الأرض حياة الإنسان تحلو بجمال الأوطان سأصون الأرض وأحفظها لن أقطف زهرا البستاني سأنظف دوما مجلسنا في الروض وعند الشطان وسأحمي النهر لكي يبقى يتلألأ عند الودياني يا رب الكون أحفظ أرضي فأنا والأرض صديقاني وبعد المقرأة النشيدة يا أولاد هننتقل مع بعض لكتاب الأنشطة والمتابعة اليومية نحل التدريبات ونشوف المعاني والمفرد والمضاد والجم نشيد أرضي موطني قاموس الأضواء يا أولاد الكلمة معناها موطني بمعنى يا أولاد بمعنى بلدي موطني بمعنى بلدي أصون بمعنى أحمي أصون بمعنى أحمي أقطف بمعنى أقطع أقطف بمعنى أقطع البستان بمعنى الأشجار المحيطة بالحديقة البستان اللي هو يا أولاد الأشجار المحيطة بالحديقة مجلسنا بمعنى يا أولاد مجلسنا بمعنى مكان جلوسنا مجلسنا بمعنى مكان جلوسنا طيب هنا أولاد الروض الحضائق يتلألأ يلمع المفرد وجمع الأرض جمعها الأراضي الإنسان جمعها الأناسي البستان جمعها البساتين مجلس جمعها مجالس النهر جمعها الأنهار الكون جمعها الأكوان نجيب بعد كده أولاد الجام ونجيب المفرد بتاعهم الأوطان مفردها الوطن ظهر مفردها ظهرت الروض مفردها الروضة الوديان مفردها الوادي الكلمة مضادها حياة مضادها موت تحلو مضادها تسوق جمال مضادها قبح أحفظ مضادها أضيع سأحمي نهرة لكي يبقى يتلقلق عند الودياني سأحمي أولاد هنا فيها مد باليا هنا الحرف الممدود الميم واليا حرف ماد سأحمي النهرة لام شمسية هنا اللام الشمسية لا تنطر فقلنا النهرة نقطقنا الألف ونقناش اللام لكي يبقى هنا يبقى هنا دي اسمها يا أولاد اسمها يا ألف لينة اسمها يا أولاد ألف لينة تكتب يا وقلطق ألف يتلقلق ده فعل مضارع يتلقلق يا أولاد فعل مضارع عند عند دي ظرف مكان عند ظرف مكان الودياني الودياني هنا يا أولاد ألف لام طقناها دي لام قمرية الودياني لام قمرية تدريبات الأضواء نشاط واحد هنا أقولك اختر لكل كلمة ملونة معناها واكتبه تحتها هنا الكلمات اللي جيبها لنا أولاد يلمع الأشجار المحيطة بالحديقة يحمي أماكن جلوسنا عنا نقرأ أولاد الجمل ونشوف الكلمة الحاملة الملونة دي معناه يا أول جملة عندنا يصون الجندي ترابة وطنهم يصون الجندي ترابة وطنهم هنا يصون بمعنى يا أولاد يصون بمعنى يحمي نكتب يا أولاد نكتب كلمة يحمي في النغة نكتب مع بعض بعد كلمة يصون بمعنى يحمي ما أجمل أظهر البستاني البستاني بمعنى البستاني عن مشاكل القرية هنا مجالسنا بمعنى يا أولاد مجالسنا بمعنى أماكن جلوسنا نكتب مع بعض يتلألأ نور القمر في مياه ظهر النين يتلألأ هنا بمعنى يا أولاد يتلألأ بمعنى يلمع نكتب كلمة يلمع نشاط اثنين بيقول لك يا أولاد اختر لكل مفرد جمعه المناسب أول حاجة يا أولاد الأرض جمعها يا أولاد الأراضي نحط خط تحت الأراضي نحط خط مع بعض مجلس جمعها مجالس نحط خط تحت كلمة مجالس النهري جمعها الأنهار نحط خط تحت كلمة الأنهار الكون جمعها الأكوان نحط خط تحت كلمة الأكوان نشاط ثلاثة بيقول لك تخير لكل جمع مفرده المناسبة ثم اكتبه هنا يا أولاد جيب لك الروضي الروضي مفردها يا أولاد مفردها الروضة نكتب الروضة بعد كده يا أولاد الودياني مفردها يا أولاد الوادي نكتب الوادي الأوطاني مفردها الوطن نكتب الوطن مفرد يا أولاد ظاهر مفردها يا أولاد ظاهرة نكتب يا أولاد ظاهرة نشاط أربعة في نشاط أربعة يا أولاد بيقول لك ابحث عن مضاد الكلمات في الجدول ثم اكتبها هنا يا أولاد كلمة حيات مضادة يا أولاد موت فعلقوا كلمة موت ميم ووت موت نكتب موت مع بعض جمال مضادة يا أولاد قبح قاف بيح نكتب مع بعض قبح بعد كده يا أولاد أحفظوا مضادة هي أضيعوا ألف ضاد يهعين نكتبه مع بعض نشاط خمسة كل سؤال بإجابتهم نقرأ أولاد الأسئلة وندور على الإجابة ونوصلها بيها أين يعيش الإنسان يعيش فين يا أولاد الإنسان في الأرض نوصل مع بعض في الأرض بما تحلو حياة الإنسان تحلو يا أولاد بجمال الأوطان نوصلها بيها ماذا تفعل في مجالسنا ننظفها دوما نوصلها بيها أولاد ما واجبنا نحو النهر نحافظ عليه ونحميه نحافظ عليه يا أولاد ونحميه نوصلها بيها بما دعا الشاعر الله تعالى دعا يا أولاد أن يحفظ الأرض نوصلها بيها نشاط ستة عا يقول لك اقرأ ثم أجب عا نقرأ مع بعض البيتين يا أولاد سأصون الأرض وأحفظها لن أقطف زهر البستاني لن أقطف زهر البستاني سأنظف دوما مجلسنا في الروض وعند الشطاني ألف هات معنى الروض الروض معنىها يا أولاد معنىها الحديقة نكتب الحديقة جمع البستان يا أولاد هي البساتين نكتب البساتين مع بعض مضاد أحفظه أضيعه نكتب أضيعه يا أولاد السؤال بعد كده رقم به بيقول لك ما واجبنا تجاه وطننا أول حاجة يا أولاد واجبنا تجاه وطننا نحافظ عليه وندافع عنه نكتب يا أولاد رقم جيم يا أولاد بيقول لك أكمل الشكل التالي هنا أولاد جيب لك شكل زيك كده بيقول لك أشاعر أول حاجة يقول لك سيصون سيصون يا أولاد سيصون الأرض نكتب الأرض مع بعض لن يقطف لن يقطف يا أولاد لن يقطف ظهر لن يقطف الظهر نكتب أولاد الظهر ينظف 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 يا أولاد ينظف مجلسه نكتب مجلسه رقم دال عاوك استخرج من البيتين فعلا الفعل يا أولاد سأصون نكتب مع بعض سأصون نوع يا أولاد نوع مضارع نكتب مضارع حرف نفي حرف نفي يا أولاد هو لن حرف نفي نكتب لن هنا أولاد عايز كلمة تعبر عن الجمع الكلام تعبر عن جمع أولاد في البيت اللي هي الروض نكتب الروض وكده وصلنا معكم أولاد لنهاية درسنا النهاردة أرجو يكونوا استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية لصف الثالث الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته